شو الصعوبات اللي تواجهتك وانت في هذا المجال؟ حي الله واحد بده يبلش سوشال ميديا بده عالم تحضره كيف بك جيب عالم انت تحضره؟ دي أكبر صعوبة صحيح انه انت كيف بدك العالم تعرف فيه؟ وتصدق تصدق هاي أصعب من اندار احنا طلعنا معنى أعضاء بالكونجرس وقتا طلعنا معنى مسؤولين صحيين طلعنا معنى ده كم كانت صعبة هاي؟ طيب صعبة لان انا كتاب عرض حياتي للخطر انا كل يعني عملت أكتر من حلقة ثاني نهار يدقولي يقالي كان معاقوفي المدارس وقتا طلعوس فيه كتب غير لائقة وكتب جنسية موجودة بالمدارس طلعت انا طرحت الموضوع بأماركا عمل ضجة بشكل مش طبيعي فيه مدارس عامة بأماركا كلها ممنوع انت تجي تعطي كتب للطلاب بالمدارس عن المثليين بس لحتى شو تقنعن بالمثلية الجنسية لازل بفيديو سميته انا خيانة العرب في أماركا أعطيكم العافية وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من أبو عمر باكاست حلقتنا اليوم راح تكون حلقة مميزة مع شخص مرتب على كيف كيف كو من خيرة الناس وشاب جدا 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 محترم ومشهور في الوسط الإعلامي معنا اليوم في حلقتنا الجديدة السيد إحسين هاشم طبعا هو بحب شكولي السيد لكن إحنا السيد إحسين هاشم حبيبي سيد حكيف حالك شو أخبارك كيف صحتك حبيبي كيف الأمور مبروك البرنامج الله يبارك بعمرك الله يسعدك وكتير فخور أنه يكون معك والله مشكور لحضورك صديق وأخ حبيبي وإلي الشرف أنه يكون معك بهذا البرنامج وإحنا كمان يتشرف وحضورك أهلا وسهلا فيك الله يخليني إياك حسين هاشم حكينا عن حركة شوي حبيتك والله شاب عربي مجوز عندي ثلاثة ولاد ومشيط على أماركا ببداية 2008 جيت كطالب علم international student كلام جميل أنا وياك عندنا نفس القصة تقريبا ورحنا على الجامعة وتخرجنا من الجامعة مفروض كنت تكون دكتور طبيب يعني طبيب ولكن الظروف ما ضبطت لأنه ما كان معي وقته ورائل حتى تعمل دكتور وبتكلف كتير وما معنا ما صاري فرحنا لبلان بي فتحنا شركة تعليم وضمن انخيراتي بالجالي لأينا أنه في مشكلة بقصة المعلومات وأخبار أمريكا توصل للجالي العربية باللغة العربية فبلشنا قناة شو الأخبار كلام جميل وبعدنا بقناة شو الأخبار وبعدنا بالتعليم وبعدنا بهالجالي يعني تجيت على الأمريكا تدرس؟ أنا جاي أدرس وبعدين أنا بديش أجي أصلا كمان أنا لما قلت لهم جاي أنا هلا بدي أحكي معك حكي بشايلة أنا لما قلت لهم جاي لرفقاتي وللأستاذي اللي كانوا علموني فاكروني عم بتضحك عليهم أنا كنت كتير منخرط بلبنان بالجمعيات وبالجمعيات الطلبية يعني شاب بيحب بلده يعني متل كل واحد يعني فامينا كيف وبين بيروت والبقاع والصيد وهيك يعني خلاص أنا مندمج شو بطلعك بلو شو بطلعني فهي بالصدفة صارت القصة فامينا كيف إخواتي البنات عايشين هون نقدم لك على الجامعة والله هي هيك اه أدنوا ايجو ست الموافقة من الجامعة حيلو يلا بغتطلع على الانصلية أو على السفارة همنا اطلع طلعنا على السفارة فهي كيف في أنا وفي في مجموع الطلاب معي يعني هوليك شو جايين عبيدرسوا يعني شو بدون يجيوبوا في مقابلة وفي شي هيك يحمسهم انه مهني بتعرف بيكون عبيدهم لبعض فشو بدون يجيوبوا على هيدا السؤال وكيف أنا بدي يقلوا إذا قال لي انت يعني شو بدون يضمني انه انت بك ترجع على البلد كيف لازم جيوبوا جهيبوا لوراق ما بعرفوا أنا جاي ربني خلقتني إن الله جاي جبلتوني جبلتوني ما جبلتوني يا برده هايك المنتالي هايك انت عقليتي أنا جاي بتعطيني إياها كان خير بتعطيني شي إياها ما أنا قاعد ماشي حالي مسجل بالجامعة أنا مبسوط بطي روك شاء الله عني فتلع عنده ليش رايح بدي تعلم ليش هايدي الجامعة بالتحديد إخواتي عايشين هوني كيف بدي يعيش عندهم فميقية حيلو ما هم سألني سؤالي ثلاثة قال لي مبرك تلو يعني أنا أخذت قال لي إيه وردتنا يعني هلأ هلأ توردتنا روحنا على البلد ابنانو والله يا جماعة شكلوا في صفرة فهلي صار يعني جيت يعني على جيت ما كنت حاسب حسابي جاي صراحة يعني كنت تدرس في الجامعة هاي من على خلصت تنوية وروحت بلشت بكلية العلوم كان بدي أدرس طوب بلبنان يعني فت بكلية العلوم وخلصت أول سمستر بكلية العلوم بلبنان بالحداث ببيروت بدي بلش بالسمستر التاني ووجد اتصاله من السفاري لأنه أخذت تشييك أمني معنا شوية وقت في واحد الله يوجه له الخير اسمه حسين هاشم هون بأمريكا ما مالشو مخبص حقنا الحق عليك فبدو نعملوا تشييك أمني فأخذت شوية وقت لحتى عملوا كليرانس للإسم حلو 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 مالوجد دخلت بهذا قشنا مخصوش فبس خلصوا وجينا يعني عالبلد لهون يعني ومثل منها مثل الكل يعني جينا بلشنا مطاعم ودشواشر وقيد بلير بلير لازم ضروري لا والله مش دخلتش لا عالمطاعم من احنا عنا بلبنان مطاعمين كان حلو يعني مصلحت وبي بيعلم فنون فندوقية وخيي كمان نفس الشي ماشاء فنحنا كنا من وقت ما كنا بمعوري 12 أو 13 سنة كنا ننزل مع بي على المطاعم ونشتغل معه بالمطاعم وبالصيفية ناخد تب وهيك وهو دي التب نروح نحنا هي شو كيفين شغال فكان عندي باكراوند شوي بالمطاعم لما جيت لهون أسهل شغل تلاقيه مطاعم دام المطاعم دام المطاعم لأنه كل العرب بس بل يفتح مصلحة كلك يفتح مطاعم بلخون دي قولي خليش بفتحت مطاعم انت فبلشنا بالمطاعم والله والله وأنا بالجامعة ومطعم جامعة ومطعم بس أنا اللي عملته صراحة بعمر أول ما جيت وأنا دايما اللي بقول لها وفي بعض الأشخاص بيصدقوا وفي بعض الأشخاص بيقول لك لا أحسين عم يبيدر من أول ما جيت على هيدا البلد أول كم شهر خلاص حسيت هيدا البلد بلدي وتعاملت بهذه الطريقة ما تعاملت أنا أنه أنا أنا جيت بال2008 وبانا كان نازل على الانتخابيات بال2008 نعم صحيح أنا طوعب بالحملة الانتخابية تابعه وأنا فيش معي وراء ببعض إذا قيلها في المرة أنا فيش معي وراء بس أنا ماشي مع الناس لا فيني صوت ولا فيني أعمل شي يعني فهمي بس طوعب بالحملة الانتخابية تابعه وشو لما ربح يمعلم العالم عم تبكي أنا عم ببكي معه قالوا أنه هو ربح من الأول مشتع البلد خلاص قلت هيدا البلد بلدي هو عم بيعطيني أنا بدي أعطي حالف منتارتي حلوة تكون أنت هيك يعني حابب البلد تشتغل البلد هيك المنتارتي تتبعي يعني أنا المنتارتي تتبعي إذا في شخص عم بيعطيني أنا بدي بيدلو هيدا العطاء يعني أنت أمريكا بالنسبة لك بردك التاني أنا كتير بحب أمريكا شوية كتير أوقات في أشخاص بينتقدوني على هذا الموضوع أنه أنت كأنك نسيت عروبتك لا أنا بالعكس أنا لبناني وبفتخر أنه لبناني وبحب بلدي لبنان بس البلد اللي عطاك إله حق عليك البلد اللي حسسك بقيمتك وبإنسانيتك وبوجودك وقال لك أنت أد ما راح تعطيني أنا راح أعطيك لماذا ما بدي يحبه أكيد مية بالمية هذا البلد اللي حاوينا وحاوي ولادنا يعني أنه ببلادنا الموصول نلوش عم بيعطينا إيه هدا البلد وعم بيأملنا إيه وعم ما عم بيميز ريناتنا تبليش أنا ما بديش بادله هيدا الحب لهيدا البلد شو بيخصني بسياستو الخارجية شو عم بيصير برا أكيد كل السياسات خارجية كل السياسات الخارجية كل شيء اسمه أصلاً سياسة سوري من هالكلمة وسيخ أكيد صحيح سواء هون في استثناءات بس شكل عام السياسي فيها كذب فيها ديلز فيها صفقات فيها حروب أنا شو بدي بالسياسي بس كمواطن كمواطني عم تاخد حقك عم تاخد حقك كلام صحيح ناحترم كل ما بيحترمك نكنوا معك دولار ولا معك مليون دولار من إحنا كين فيش معنا مساري والحمد لله صار معنا مساري بالحالتين هيدا البلد احترمك نعم وبتحسش فيه تمييز المحول مصاري المحول مصاري اثناء عايشين اثناء مبسوطين باخد حقوق وباخد كل كمال المحول مصاري الدولة بتساعده والمحول مصاري بساعد الدولة لما هيدا مش تكافه الاجتماعي مية بالمية صحيح لما هيدا موجود عنا بديننا إذا بدنا نطبق نظام ديننا هذا الكلام الصحيح هذا الكلام الصحيح مية بالمية الله بيطبق والله يعمل صحيح شو خلاص الدراسة أنا عملت بيو كاميستري وكميكل بيولوجي واو اي ومشتغلتش فيه فيني شغالي انا اول شي شغلتان ما بحب الناين تو فايف جاب يعني ما بحب اقعد على مكتب من تسعة تحبش تنمسك يعني وتاني شي ما بحبش حدا يكون فوق راسي بكرهة فهمين كيف تكون مدير نفسك اي كان ولا ممكن فلما خلصي بالأفرم وثلتعاش يجيني يعني بعيد عنك يعني بدوش قول الحمارد بيرفضه نزراحة تلخوا بورك لا ولا جاني اوفر بشركة بتعمل يعني مواد كيميائية وصص وحكيات كبيرة بأنارور عنا بمشيغان وجاني اوفر تاني من كارمانوس هيدا اكبر مركز للسلطان عنا ب لانه انا عامل ريسوش يعني عامل ابحاث بالسلطان لسنتين ما شاء الله واسمي مسكور بوحدة من الابحاث البيبرز لنزلوها كمان لان عندي تاريخ حافظ يعني شغال منيح كما مشتغل بمستشفى سنتين بأوكويد كان اسمه كما هلا اسمه بومند ومشتغل بكلينكس وعامل تطوعات وهيك وودي اوبرا واساس وحكيات بخلص انه انا المفروض انا ستنسي دكتور بفروض ان شغلي الوحيدة كانت ضل انه انا روح اعمل دكتور عملنا كل شي انا عندي عامل سي في تبعي كله كل الاشياء لان انا بصير دكتور 2013 وصلنا للواقع انه مرح فيك تصير دكتور بك تتأشجل شوي فهمي كيف شو الاسباب لانه ممكن بعمل فش معي غرين كارت اووكي كانت يعني الوراق صحبة كتير صعبة القبول صعب حتى تدفع صعب يعني كيف بدك تدفع ما بدك لونز ما معك انت غرين كارت صعب يتجيب لون فهمي كيف فبس خلصنا بال2013 جينا هوا دي الأفرز بديش انا ااخد شي هيك في حدا بعرفه كنت اشتغل معهم انا بجمعية لانه كنت انخرطت بالعمل الاجتماعي كمان انا و ستودنت يعني فهمي ما شاء الله عليه عمل تطوع اجتماعي عشر سنين ما ابضش اخر سنتين ابضت والخمسة الف دولار بالسنة كانت رقم كتيري كبير ما شاء الله عليه فكنت معهم فهني عندهم شركة اويل بيشتغلوا مع بي بي و هيك فاشتغلت معهم قريبا سنة ونص imaging and sales manager كان في عندي شي 80 محطة 90 محطة ببنزين انا ببرم عليهم وبتأكد انه الquality عندهم مضبوطة الimage مضبوطة اعمل recruit يعني غير شيل من هون غير حطات بنزين من shell وموبيل اعملهم بي بي يعني ايك اشتغلت هايدي دلت 2016 كنت بال2013 مبلش الشركة ادوكير التعليم فبال2016 قلتي نوات ما عش بدي اشتغل العالم بالمرأة فاخدت هون بيقولولك انه انت دايما بدك تنجح بدك تاخد رسك لازم تنجن انا بسميها لازم تنجن هلا كتعب اقول لحالي انا وجيل عندك لانه عم فكر بشغلي خوطة صراحة كتعب اقول لحالي اذا في فكرة انت عم تفكر فيها وبتخوفك هي الصح هي الصح عملها هلا كتعب افكر فيها لانه بدي اعمل شي ففيه يجيب وقلت بدي اعملها فوقتها اللي عملته انا كنا اخدين قوضة نعلم فيها نعطي دروس خصوصية قررت انه اعمل مركز يعني نعمل الجنب من غرفة لمركز وهيدا اللي عملت خدت اكبر و تركت الشغل معاش عندي انكم بالمرة من بره صار كل الانكم لازم يجيب من هيدا الشركة سعني لو فشتت هيدا الشركة هلا عصرط عم تركز في المئفين في الشركة ايوه فقلت خلاص بدي ابني لألي بدي اسس لألي لانه طول ما انت عم تشتغل عند حدا انت عم بتأمن معاش حدا انا حكى لي اياه واحد زمان المعاش عمره معاش انا هيك طبعي كانت طول ما انا عم بشتغل عند حدا انا عم بحقق حلم حدا مش حلمي انا نعم فأنا بدي حلمي بدي زبط مستقبلي بدي زبط مستقبل عائلتي انا تجوزت بالألفين وثلتعاش خطبت بالألفين وخمستعاش جوزت ماشا الله علي وجيني بنتين بالألفين وستعاش اجوا البنات واجوا ترزقتن معا هاي 100% العالم اجي بفهمها اجوا بناتك والعالم بتقول لك اولاد وما بديش لا حبيبي اجي رزقتن معا انا صارت معي اجوا البنات بنفس الشهر توقع يعني بنفس الشهر كبرنا للسانتر ماشاء الله وربك قال خد بهيدا البلد تمشي هيك مصبوط ورادي ربك وما عم تعمل حرام الله بيوفعك انا اعتقد في كل بكام لا بحكي بشكل عام بشكل عام بس بشكل هوني اكتر هوني اكتر صحيح وعنا ببلادنا للأسف حتى لو رادي ربك ومش عم تعمل حرام وعملش مصبوط بنتك واسطة بنتك واسطة للأسف صحيح صحيح إلا فندر يعني فهميك صحيح فكبرنا كبرنا ويعني مرت كتير ساعدت والعائلة كتير ساعدت وأهل يفهمين كيف وقفنح ببعض ايد بايد يعني هسا أهلك كانوا من الأشياء اللي سبب فيه نجاحك شو لك يعني أهل هن الأساس طب اللي ما عندوش أهل هون شو يسوي دعوة أمك وبيك كون راضيون دعوة أمك وبيك وشو لك والأصدقاء أصدقاء بك تنتبه لهم مين بدو يكون حواليك لأنه بيأسروا عليك كتير الأصدقاء يعني أنا عم بسألك السؤال هذا لأنه كتير شباب لحالهم ما عندهم حدا ما عندهم أنا ما بحب الشخص يكون لحاله بالزبط حب الشخص يعيش لحاله فلازم يكون معك حدا لازم يكون معك حدا وحدا يكون دافع لألك يعني أنا هايدي أيمست صراحة بأيام أديو كيرو لما كبرت كان فيه شب يعني متل متل خي أنا ضلي أنا وييعطول بس هيدا الشب كلما أعد معه كلما نخلص هيدا القعدة بحس حالي بدي يقوم كسر الدنيا بدي يقوم أشتغل مش طبيعي إنه لازم تشتغل لازم تعمل وصاري لازم أنت تحسن من حالك فهمي كيف لازم تساعد اللي حواليك واع فهمي كيف وقلال هادو كتير أقلال راح على لبنان فل بتحس حتى مرتي بتقولي شبك ضايع أنت يعني معاش عم توع يعني هلأ الحمد لله يعني صار عنا شباب أصحابنا يعني بس الصحبي والمحيط اللي حواليك هو اللي بيحفزك أو بيحفزك أنه تضل تشتغل عند العالم أو بيحفزك أنه أنت تكوني عن باس تكوني عن باس شو نصيحتك للسباب طيب اللي ما عندوش أهل حيالة واحد يعني أول شي ركز بالهدف اللي أنت جاي عليه أنت لس جاي على هيدا البلد في شباب كتير بيجوا عشان يتعلموا هيدا هدفك فهمي كيف ما تضيع هدفك لأنه الانحراف بهيدا البلد سهل كتير مش شوية جدا يعني بكل كورنر اللي بتلاقي شي فيك تعمله بمخدرات كل شي بديك يا سهل كل شي سهل شو ما بدك فهمي كيف بس أنت اللي لازم تقول لحالك بينك وبين حالك فهمي كيف وهذا ما نسمينا إحنا عنا جهاد النفس اللي هو أصعب من أي جهاد تاني صحيح مظبوط ولا لا أنت بك تقول لحالك أنا شو هدفي أنا ليش جاي لهون ليش ليش تشترك عائلتي خاصة اللي جاي لحاله فهمي كيف بدي تعلم خليني خلص علمي حسين حالك ما قادر روح تزواج روح خطوب فهمي جاي بس بس تفوت بطريق السوق صعب هلأ ما عام ننزر نحن أكيد كلنا منغلط الغلط وارد نحن أصلا نحن هيدا قدامنا هلأ هيدا النتيجة هي خلاصة أخطاءنا أكيد أكيد هذا كلام صحيح لما منخطأ ما منتعلم هيدا تقصد منتعلم من كي صغيرك ما رح تتعلم بدك أنت تغلب مرة واثنين وثلاثة بس تنتبه لغلط ما تنحرف تنتبه لغلطك ما تظلم حالك إذا غلطت هيدا شغلة تانية وكمل للأهل ما تظلم الولد إذا غلط لأنه في أهل حلوة نصيحة هاي إذا في أهل إذا ابن أو بنت غلطوا بس على حال الله واحد غلطوا هيك تعاطى يمكن فهمي كيف خب يزعبوا برات البيت إذا كان الصبي أو البنت عم بياخدوا مروانة بيصيروا يصفقوا كوكايين وهيروين بروحوا لاتجاههم طرح هي مشكلة مشاكل المجتمع العربي في أمريكا أنا عشان هيك عم بيستغل نعم صحيح لازم يعني أنا باعتقاد للكم بس في مراكز توعي لهذا الموضوع للعرب والمسلمين لأنه اسمات الأرقام هائلة خرافية تسعة داخل يوم اسمات في رقم تسعة تسعة عرب عم بموتوا من الهروين وكوكايين في أمريكا كل يوم مشكل كتير كبير نحن عم روح على البريليات وعم نشوف شو عم بيصير ما بينحكى فيها لأنه هايدي تابوا ممنوعين حكى فيها والأهل بيستحوا يحكوا فيها وهيدي مشكلة انت كيف بدك تحل مشكلة وقيفة انت عم بتعاني فيها بالوقت منهم معترفين فيها صحيح يعني انت لما انت بتروح لسمح الله واحد صاخن بتروح عن طبيب الطبيب بيشخص المرض لحتى يعرف شو يوصف لك إذا نحنا رفضين نعترف بهيدا المرض كيف حنحل المشكلة كيف بدنا نحنا ندوي صحيح لأنه أنا صراحة عم بسمع أرقام كبيرة وخرافية وما في حلول يعني للمرخيس التعليمية عم بتحل ولا المساجة بتحل ولا الكنيس بتحل الموضوع عم بيكبر والحد عم بيربط يعني ما حد عم بيحل المشكلة زي ما حكيت انت مش عم بتشخص العيب تحكيش فيه اسكت هو العيب هيدا قاتلنا العيب هاي المشكلة نحنا عم ننسى الدين وعم نروح للعرف والتقاليد مش دائما عادات مزبوطة صراحة يعني نحنا دائما لازم نتطلع مرابنا عطانا عقل الشي المنيح بعاداتنا وتقاليدنا نحافظ عليه بس في شغلات سيئة نعم في شغلات سيئة وحدة من هايلي شغلات السيئة اذا ابنا غلط او بنتنا غلطت ما منرحمون ما منحذويون ما منحكي معهم منحاول العقل هيدا الفرق بيننا وبين الامريكيان بايدا يس الامريكياني كم دادي كم بابا عرف شو let's talk let's talk let's talk خلاني نحكي let's talk نحنا بنستحي نحكي مع بعض لأنه العلاقة في باس مدير وفي تحته واحد لازم ينفذ لأنه العلاقة كالولاد مع الأهل في احترام على العين وراسي بس بنفس في احترام تومتش لدرجة أنه انت بتستحي تفتح قلبك يعني بدما تفتح قلبك لأمك وبيك أو قاعدت بتروح تفتح قلبك للشخص الخطأ للشخص الخطأ نعم صحيح مع أنه مع أنه المثل بقولك نكبر ابنك خوي يعني يصير صاحبه بس إحنا من نخذ البدنا من العرف صحيح فمهم جدا شو اللي وداك على السوشال ميديا هون السؤال للمليون دولار اللي حب الناس تسمعه إيش اللي وداك من دكتور لإدجوكيشن لهلا وصلنا السوشال ميديا كان في تجارب قبل بالألفين وعشرة كان في تلفزيون اسمه أمسي جولد بلبنان بلشنا مجلي بالسنوية وأنا كنت يعني مثل يعني هوايتك من زمن لا أنا بحب العيش حلو وغير هيك كنا بالجامعة وبالمدرسة كما يكون فيه هيك حفل أو مهرجان أو هيك أنا باللجنة المنظمة يتابعه حتى أنا كنت أكتب مسرحيات وأكتب شعر وأطلع ألقي شعر وأصص وحكايات يعني كمان سمعت صوتك حلو كمان ما بتتغنين اليوم حلقة ثانية هل هيك من واحد ثاني بيغني أنا بغنياش فكان فيه تجارب والفكرة كانت موجودة فهمي كي لما أنا بلشت بلش الغلط حلو كلمك كويسة أوكي شاء الناس اتعلم أنا زلم هيك أنت بتعرف مية بالمية أنا أول ما بلشت واتساب ميديا بلشتها غلط لأنه بلشتها باللغة الإنجليزية يعني بلشتنا واتساب ميديا كان برامجنا تقريبا تسعين بالمية منا بالإنجليزية حتى أذا بتطلب برغز عندي يوم بعد لهذا الفيديو طب ليش غلط غلط لأنه نحنا أنت شو الـ audience تبعك أنت أول شيء بك تشوف شو الـ purpose شو الهدف ليش أنت عم بتبلش شيء عم بتبلش شيء لأنه في حاجة لإله مظبوط ولا إذا أنت عم بتبلش شيء ما إله حاجة ما رح تنجح كلم صحيح مظبوط أنت عم بتبلش شيء لأنه في حاجة في نقص أنت عم بتحاول تغطي أنا بلشت غلط لأنه أنا قلدت أول ما قلشت مين قلدت مين أشخاص موجودين قبل ما كانوا يعملوا برامجهم باللغة الإنجليزية وأخبارهم باللغة الإنجليزية مش نقشحين يعني هم نجحين يعني المفروض نحنا ننجح بهالموضوع بس هم كانوا نجحين نجحين طب ليش ما نجحت أنت الـ audience غير ولا الفترة غير لا هني باعتقد لأنه كان موجود طب أنا ليش بدي أترك واحد عم بيعطيني أورادي الخبر لروح لعن شخص تاني أنا أورادي عم بياخد خبر كلام جميل أورادي في يعني الفكرة مش جديدة حينتا منك أصلي أنت copy حيلو لازم أنت تكون أنت فتطلعت عم محالي قلت لا هي مش مزبوطة أنا عم بعملوا مش اللي أنا بدي أعملوا مش اللي أنا بدي أياه أنا مش هدفي أنا هدفي أنه المعلومات اللي عندي بدي أعطيها للعالم أنا هيدا هيدا القول هيدا المنتاليتي تبعي اللي فت فيها على السوشال ميديا بتذكرها من صف العربي اللي كانت بالسنوية مرة قالنا أستاذة عربي بما معناه ما تخنيش على الكلمة إنه لجم الله بليجان من النار اللي عنده علم ما بيعطيه العالم بما معناه اتفاقنا أحلى ما حدا يقللي صح وغلط حديث إنه إذا عندك معلومة ما بتعطيه لحده ما بتعرف شي أعطيها للعالم ما تتركها لعندك أنت هيدا كن الهدف من القاضي ينستبعي عرب طيب ليش بحكيش عربي فقلبنا البرامج من إنجليزة للعربي وقالك الكلم خد يعني أنت غطيت حاجة للمجتمع ما كان موت في حاجة بأمريكا إنه بدهم يسمعوا الأخبار بدهم يعرفوا شو عم بيصير حواليهم لأنه بيأثر عليك اللي عم بيصير هون يعني بهذا البلد بيأثر عليك وعليك مش باعتقادك إنه لازم يكون البلدية الأمريكية تعلم إنجليزة شو لا كان لازم يتعلم إنجليزة بس كمان بنفس الوقت ما نظلمهوش يعني ألسى قصة الإنجليزة ما نظلمهوش إنه نقوله بس حتى أنت حتى أنت لو بتعرف إنجليزة أنا بعرف إنجليزة وأنا بحب تسمع على الأخبار بالإنجليزة بس كمان بنفس الوقت يمكن يعني الشخص اللي جاي جديد أو حتى العتيق إننا فيه أشخاص بيحضرونا بخلقالين هون تفهمين بس بحب يسمع الخبر بالعربي ممكن محبوش تصال أحسن بالعربي بحب يفهمه أكتر يعني فيه تعبير يعني من إلا نحنا بالإنجليزة between the lines لتقربين لسطور بدك تكون واصل بالإنجليزة من إلا حتى تقربين لسطور اللغة صعبة فلما نحنا غيرنا وقلبنا للعربي سارب برامجنا باللغة العربية وقلنا خلص لازم نحنا نعطي معلومات للجالية بكل شي عم بيصير ونخصه بالسياسة ونخصه ببرامج اجتماعية كتير ركزنا على البرامج الاجتماعية الموجودة البرامج الحكومية على الهجرة على اللجوء كيف فيك أنت تندمج بالمجتمع شو هي الخدمات الموجودة كيف بتسجل بالجامعة صلنا نجيب مختصين وقت كورونا خطرنا بحياتنا لحتى نقدم معلومات للعالم من خلال دكاترا يحكولون عن الفيروس نجيب مسؤولين حكوميين حتى في مرحلة من المراحل بكورونا لما كانوا عم بيعتوا حزم تحفيزي ومساري الحزم التالتي نحنا حكينا عنا قبل ما يحكي عنا سيانان وقت العالم خوتت إنه كيف فمن كيف فهون كيف مصادر يعني خلينا نحكي رزه يونو كداش تابت على هذا الموضوع كثير مش شوية يعني هلا عم بشوفك عم بقول لك إيه زي ما بطلع مع الكاميرا خلينا نعمل زيه وخلينا نبلش لك بعتقد نحنا سارو اللي بيتابعنا وصارلوا فترة هلأ اللي بيجديد إيه يعني أو بيجديد أوكي بيكون مبنو عارفك مبنو عارف الباكراوند تبعك مبنو عارف أنت بشو مرئت شو بتعمل ممكن بيقلك أوه ممكن هدا بس بيحموا الكاميرا وقصصوا حكيات لا بس اللي سارلوا فترة معنا لأ سارو بيعرفوا أنه حتى سمعناها من كتير عالم نحنا عم نروعه على الولايات يعني أنا حتى لو سمعت الخبر بأكتر من محل إذا الخبر ما طلع عنكم فأبسده خلينا أعطيك قصة مرة كنا عم ناكل بمطعم بميشيغان حلو ففتت أنا ومرتي فهمين كيف أول ما فت قل عمى إجل عندي زلمي فهمين كيف قال لي إنت حسين هشم قلت له فأجب مرته يعني فهمين كيف قال لي أنا دكتور فهمين كيف كنت أنا مطلع فيديو من جمعة عن أطرات تبع العيون إنه نكتوبه في أطرات للعيون بلوس عم بتسبب عمى عم بتسبب قصص حكيات فهو مرته عم تجاع عينها جايب لهو أطر قال له خذية قالت له لا أحسين هشم قال إنه هو دي عم بيعمل الدكتور حسين هشم قال لي يا زلمي أنا دكتور عم قل له خذية ما كانش تأخذها بتسمع لك إليك أنت بتصدعك أكتر مني ترى عمش كيف يقول الدكاترة دكاترة اللي بتجوز دكتورة أو أخوه دكتور أو أخت دكتور بسمع للناس بسمعش لأ أخوه أو أخته أو مرته فهي صعب بس لأ بفكرة بدي وصل لك إيها إنه الحمد لله وصلنا لدرجة إنه العالم عنده نسئة فينا مصدقي خلنا نحكيينها نحن نركز علي هذي الشغلة نتأكد إن الخبر مرة واثنين وثلاثة ونتأكد إنه مصدرنا مظبوطة وإذا المصدر ما إنه مأكدين إنه ما نطلعوا للخبر وبنتعب كتير سراحة يعني فيه تعب كتير بالموضوع هلأ العالم بيشوفه في بيش أيوة هذا بيأوصل للعالم إنه الموضوع مش سهل مش موضوع شي الكاميرا وروح على لوكيش وإحكيم عنها فيه بحث لازم يسير شو صعب بالحلقة أوقات 15 ديئة مش هيك طب هذي فيه وراحة شغلة 3 أيام 3 أيام مبين إنه أنت تجمع الخبر بالإنجليزي بايداوي يكون الخبر بالإنجليزي بكتجمعوا بعدين بكتجي ترجع تتأكد هذا الخبر موجود بنفس الطريقة بأكتر مكان وترجموا في طريقة صح بعدين ترجع الترجموا مظبوط بعدين بدك تسجل قد أول شيء اطلع فيها لايف هلأ عم نسجل الحلقة صارنا بعدين تعمل بعدين تطلعوا للفيديو يعني إحنا أنا أنا لما دخلت على من السوشال ميدي صراحة كنت أفكر الموضوع سهل أول يوم تاني يوم ديئة خلاص أنا كنت أفكر الموضوع 15 مينة 20 مينة إنت لتجمع الكاميرات بدك 15 مينة تتقطع الفيديو يومين تتصور ساعتين فأنت أي مقطع 10-15 مينة صراحة بده 3 ديئز هذا إذا محضر له جاهز وإنت خبرة يعني وإنت خبير في الموضوع بدك 3 ديز فالشباب يعني حاب يشتغل الشغل هاي أو يفكر الموضوع مش بالسهولة هلا لك في أشخاص أنه يعني منهم حسب أنت شوك تعمل هل يطولة بدك تعمل إنه بروفشينا وي بعتقد هلنأ بالويت متحدة الأمريكية كقناة إخبارية على الانترنت نحن مش موجودين على التيذي ما في مثل قناة أعتقد أنت أنت الأولى أعتقد أننا هذا ما مميزنا نحن صراحا لا هناك شباب وصبايا بس شفت شباب أكتر عبدالش يعملوا كما أقول أنا وابراهيم عبدالش يعملوا فيديوهات مثلنا نحن طلعوا فيديو على تيك تاك قصص الحكيات ويحكوا أخبار جميل برافو مش غلط نحن بلشنا ترنت بلشنا شي كلام جميل أنا كثير مبسوط نحن بلشنا فيه أشخاص تاني عم يعملوا أنا كثير مهم أنا مبزع إذا حدا قلد نحن بنعمله لأنه بعتقد في جارية كثيرة كبيرة بس ما يحط أخبار خطأ بس في منهم عم يحطوا أخبار خطأ وبضطر أوقات طلع صلح يعني فهمي طلع نعمل فيديو أنه نتبه ما بذكر أسماء أنا مش هدا في أنا شهر بحدا كلم دي أكتر من فيديو بفكت لقي عندي على الصفحة لما أنت عم تعطي معلومة شخص عم بيطبق المعلومة أنت عم تعطي إياها إذا عم تعطي معلومة صحية أو عم تعطي معلومة قانونية يمكن أنت واحد لتسي موجود هون بهذا البلد لاجئ قلت له روح سلم حالك رح سلم حاله رح حاله طب شو بيكون عملت أنت خربت بيدو هل تنتظر هذه مسؤولية كتير كبيرة أنت وجودك على السوشيال ميتا خلينا أرجو على قصة قناة شو الأخبار بالفورمات اللي عملنا بالطريقة البروفيشنال اللي نحنا عملناها بالستوديو اللي نحنا صرفنا مصاري عليه نحنا الشباب يعرفوا أنه نحنا الستوديو موجود هونيكي حاليا ما بعتقد حاليا بأمريكو عندي إياه الستوديو كسوشول ميديا أغان بقر نحنا سوشول ميديا نحنا انترنت عشان هيك سميناه واب تيفي لحتى يعلم يعرفوا سقفنا واب تيفي نحن كي ممعنا بجد عشان غليون دولار رحم اللهم رأي نعرف حده وفوقفة عندنا نعم نعم فعلى أدنى نحنا عملين استوديو عملين كاميرات عملين سيراب فمين كيف في أول شي تكلفة في مصاري بيكتدفعها العالم بفكروا أنه أنا الحالي بهذه القناة بعض الأشخاص في 12-14 واحد بيشتغلوا معهم في أشخاص بيشتغلوا جرافيك في أشخاص بيشتغلوا أديتينج في أشخاص بيشتغلوا الويبسايت في منهم بيعملوا إعداد للأخبار والشغل الثاني بعمر بدك يعني ما فيك تضل مثل ما أنت لازم حط إشي جديد كل فترة بدك تحسن من شغلك يعني ممكن العالم تتقبلني أنا أول ما بلشت حسين بيضلي حط التليفون بإيده يمكن وهايك فيك تضليك يمكن تحط تستعمل تليفونك بس لازم تفوت شيء إشي جديد على هيدا الفيديو لازم شوف أنا نوعية أحسن صورة أحلى صورة أحلى صورة أحلى تتكر أول ما بلشنا كان أوقات يطلع الصوت في خشي أوقات الصوت يقطش أوقات الصوت يروح حدا جنبك حدا ماشي والله مش مزح حدا حدا جنبك اللي فيكش تسيطر عليلي يعني أوقات بيمرو ببريس أو بيمرو بالسيارة الإسعاف بس إذا بتطلع على الفيديوهات الأديمية تابعنا تشوف نوعية الصوت وجود الصوت نوعية الصورة وين كنا وين صارنا بعدنا عم نحاول نحصل شو الصعوبات اللي تواجهتك وانت في هاد المجال حيلا واحد بده يبلش سوشال ميديا بده عالم تحضره فكيبك تجيب عالم انت تحضره كده أكبر صعوبة هذا سؤال قوي مزبوط لله انه انت كيف بدك العالم تعرف فيك وتصدقك وتصدقك هاي أصعب من الندار هاي كتير مهم فهاي دي كانت أصعب شي لقلنا بالبدايات صراحة انه نحنا نجيب عالم تحضر الكانتنت تبعنا اللي نحنا عم نعمل ونعمل نلعب فيه فاستعملت كتير طرق صراحة يعني العائلة أول ما بلشنا كنت دق لعائلتي اعملوا لي كومنت على السوشال ميديو نحنا لايف هلا اكتبوا لي كومنت أنا مش عائلون قبل بمرة تعلموا يا شباب بس بلونا عطيكم سكوبس مرت ردقي لرفقاتك خليطلعوا يحضروا يعملو لنا شير يكتبو لنا تعليق فاهمين كيف اذا كنا على الراديو دقوا لنا يبقى التكس ميسج لرفقاتي يدقوا على الراديو فاهمين كيف هيك انت اقول له هيك انت اقول له هيك أول شي بلشنا وورد اف ماوس فاهمين كيف بعدين استخدمنا ماركتنج بوستد أد يعني ندفع ماركتنج على السوشال ميديا لحتى الكنتن تبعك تشوفه العالم فاهمين كيف مش تشتري فيوز في فرق بين تشتري فيوز وفي فرق بين ماعتقدنا صحيحة تشتري فيوز لأنه fake it's all fake تشتري فيوز اصلا انت انت يعني عايش ببابل عمدت حقا حالك عمدت حقا حالك فاهمين كيف فبس في عالم يفكروا انه البوست مثل تشتري فيوز فهيدي لازم ينتبهونها تشتري فيوز هاي منا منيحة بس انه تعمل targeted ads بالعكس CNN بتعملها عم بتوصل حالك لنا Fox بتعملها يعني اكبر اي حدا اي حدا بيعمل كل رئيسة تبع امريكا بيعمل sponsored ads نعم صحيح مضبوط اللي لا فهمين يجي فهيدي سعادتنا كتير فهمين يجي بعدين المحتوى تبعنا المواضيع اللي كنا النقية كمان choice of topics تنقية المواضيع صار يجزو بالعالم سميني كي واللي بعدين خلينا تبوم اكتر وقت كوفيد العالم اعذب ببيتها انا صريح كتير بي العالم اعذب ببيتها بدون يحضروا تشي هذا كان السؤال القادم هل كان كوفيد من الاشياء اللي نجحت حسين هاشم انا اللي يعرفني بيعرفوني دغري يعني مالني مب مش بتي خبه يا خي هلأ هيك عطب لي احنا هلأ عم نحسألك اسئلة عشان اللي عنده وندرين عم بفكر سين هاشم ما بيعرفكيش يعرفك انا طراحة بحبك اخ انا احبك انت ينوذى انا ما بجاملش صراحة هذي مشكلة عندي هذي مشكلة خصوصا مع العرب مع العرب لازم تجامل في بعض احيان انا ما بعرفش جامل صراحة فكوفيد لا ساعدنا لانه العالم عادب ببيتها ونحنا غطينا حاجة كثير كبيرة العالم كانت خايفانة وبدأ معلومة من السماء خصوصا معلومة باللغة العربية انو حدا يجي يجي يجيي يجييب له المسؤول نحنا طلعنا معنا اعضاء بالكونجرس وقتها طلعنا معنا مسؤولين صحيين طلعنا معنا كيف كانت صعبة هاي طير صعبة لان انا طبعا بعرر حياتي للخطر انا كل يعني عملت اكتر من حلقة تاني نهار يدقولي اللي كان معه كوفيد واو وليه كان الكوفيد صعب وره عملنا جبنا شهي ستي مسؤولين من الكاوني عنا هون طلعوا تاني نهار اتنين منهم معهم كوفيد. عملنا حلقة مع شاب بيعمل مورججز وهيك ما بيعرف شو. طلعت اني نهار معه كوفيد. فميكي. لما كنت روح انت على العالم في الكونتي والاشياء كنت تعرف على حالك قاز القناة عربية عم بتوصق خبر الناس العرب. وما كانوش يزعلو كانو يتقبلو الفكرة وحادي. يعني كانت حاجة حتى الهم. فمش نحن في انتخابات هلأ. شو كنت عم بسجل هلأ انا. كنت عم بسجل دعاية لانتخابات. ماشا الله. في مانشكا. دعا. يعني هم في. قولين الامريكيين والحكومة نكنوا الحكومة الكبيرة يعني الحكومة الفيدرالية. او الولاية او اعضاء الكونغرس. ما هنه بدن يوصلوا للعالم. بدن يحكم على العالم. او المدارس. ما هنه بدن يحكم على العالم. انت عم بتأمنن الفرصة هيدا الميديوم نحن منسمي. او الوسيلة انه هنه يوصلوا للكونسنتشوينت تابعون هنه يعني للبنتخبون و للشعب تابعون. فانت صلة الوصل ما بين المسؤول ما بين المواطن. يا قصد يعني تقبل الحكومة والناس الموصلين في الحكومة كان ام فاين ودات خليني انا اروح عم المقابلة. بذلك؟ ليش؟ ليش؟ لانه انت محترم. اكيد يعني انت عندك محترم. لا مهيدي بيسأله. الامريكان بيسأله اكتمني العربي. العربي يمكن ايه والله هيدا بيمرق له انه بيبتاخدو بالمستحة , اذا فيه هيك مسؤول. ايه بيشيله. انه بالمستحة يعني بيستحي يقولك لا. بس الامريكان ما بيستحي منك. امريكان بيسأل انه شو وضعه هيدا؟ خرجين طلع معوه? ما خرجين طلع معوه محترمين العالم بتحترومن؟ عنده قاعدة عنده عالم تحضره ايه اوكي نتس دوت تفهميني نجيف؟ لأ نحنا يعني حتى في برامج حكومية وقتك انو بدون يعطوا بدون يعطوا مثل مساعدات مالية للبزنسز تواصلوا معنا عملنا فيديوز نحنا وياهن طلعنايهن في مؤسسات من ورا الفيديوهات يعني خلينا أعطيك مثل مرة الحكومة عملت مصاري للمطاعم لثلاث سنين لقدام بيعطوك هنه كل شيء طبع المطاعم طبعا بي 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 هدا القرار لا 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 شيء من الدولي هلأ نسينه وصلي عاملوس انتقل للفيديو في مطاعم عملت مليون دولار منه بس اخت خم واحد فيهن ده قال لي تانكو يعني ما حدا بعطيك فكرة بس انو عم بعطيك فكرة انو نحنا حكينا بمواضيع مش كتير عالم ما انتبهت له حتى اللي بيعرف انجليزي حتى المندمج شو بدوا يعرفوا بهيك شغلات وقته طلعنا معنى يعني المسؤولين تبع ابنوكي يعني حكوميين صاروا يحكوا عن هذا الموضوع يشرحوا للعالم كيف يكن تستفيدوا منه فيه شغلات كتير نحنا كنا ندوي علي وبعضنا ما ندوي عليها ما بينتبهولها حتى اللي عايش هوني ولي بيشتغل هوني وبيعمل شغلات هوني يعني كوفيد كان مفترة الانعاش كوفيد كانت ترنينج بوينت نحنا نسميها اللي احنا كنا عاملين بيس قوي بس كوفيد يعني بس اشتغلنا صح نحنا اول شي احنا اشتغلنا صح وعرضنا حياتنا للخطر كنا عم نحكي عنه قبل شوية انه بدك تخاف منه انه خطرت بحياتك يعني سمح الله صار معك كوفيد شو كان صار؟ طب هلا انت عم تحكي انه القناة الاولى او الوحيدة خلنا نحكي بتحكي باللغة العربية بتحكي عن اخبارها كسيستم ايه بعتقد انه هلا فيه اشخاص تانيين كا اندفجولز يعني بس مش مش كا اندفجولز انا هم بحكي كمؤسسة انا خليت احكي مؤسسة لانه اكيدة فيه اشخاص اجوا قبلنا ومنحترمون واشتغلوا بعتقد فيه منهم بعضنا عم يشتغلوا فهم يعملوا برامج كا اندفجولز كاشخاص بس كمؤسسة فيها اكتر من شخص وفيها اكتر من الموظف وهيك بعتقد قناتشو الاخبار يمكن الوحيدة كاميركا كوب تيفي اجان مش اي بي تيفي مش قنات طب هلا انت بتشجع الشباب في الليات اخرى يبلشوا نفس الشي انا والله في كتير شباب يعني بيجوا وش كيف بنا نبلش وش ما بنا نعمل شو هو الاكوتمنت اللي بنا نشتري وين بنا يعني كيف يعني حتى في منهم بيكونوا بس على يوتيوب بقلنهم لا روحوا عملوا على تيك تاك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك كمين كيف يعني انت بتعتقد انه لسه في حاجة او اكيد لانه التواصل حتى نحكي انت انت في ميتشيغن انا بفينيش كون موجود بخمسين ويلية اكزاك لهذا بحكي انه وحتى لو بحكي عن الخمسين ويلية انا بحكي عن الخمسين ويلية مرح اعرفها متل ابن البلد يعني انا هيوستن مرح اعرفها متل بو عمر صحي مظبوط لا انت زلمي عندك بزنس هون عايش هون اولادك هون بتعرف المدارس بتعرف المسؤولين بتعرف البزنس فيك تقلي هلأ اذا بسألك عن اللايسنس بتقلي اللايسنس كلها البدية مظبوط صحي انا عندي المعلومات الاساسية الباسيك اللي في ايما كان في امريكا نحن مش بي تكساس نحن هلأ يعني هلأ انا فالكزامبول اخر طابك حكيت عنه انا بشوفي ما فيه بحلقة الاخبار تبعي هو الحدود بين تكساس والمكسيك واللي عم بيسير اللي كل واحد بترجمها عكيفه فأنا بحكي عن الميجور ستوف نعم تفهمين كيف؟ يعني او اب واحد بيقول لي والله صار عندنا هيك هدا اوس هيك مدرسي انا ايك ما فيني روح على بديتس بكل ولاية لانه ما بتبطل تعتقد انك فيك تفتح برانشيز مع حدا مثلا انه يكون حدا اليك في بيتشيغن حدا يكون اليك في تكساس كتير اشخاص تواصلوا معنا انه ببننا نشتغل معكن وهيك بس انا شوي محافظ بهدا الموضوع ليش؟ يعني ما بعرفهم لاخل اشخاص الاحترامي لاخلهم ما بعرفهم هو ليكن عمل احكي عنه قبل شوي ما اذا ما أبي واحد حكيه شوي كتير تله صعبة انه تكسب انت مصدقيه واحترام العالم بس كتير سهل تخسرها معلومة واحدة غلط بتخرب كل شيء يعني هادي كتير مهمة صراحة ليك أنا مرة حدا عمل معنا شيء يعني اكتب من واحد يقول لي حسان انه ليش معكم هيدا او هيدا وانه لاخلك مش نعميه انه هو همو عم بيحكي قال لي بس هيدا الشانل تبعك انت انا بنعرفك انت انه هيدا الشانل واتساب ميديا قرانش الاخبار هيدا انت يعني فحيلة واحدة بدو يطلع يحكي عندك او بدو يعطي معلومة عندك حكى شي غلط بتنحسب عليك يعني انا سمعت انه مره شدوا عليك حرب من وراء الاخبار طلعتها على المثليين لا هي لك سار شغلتين بقصة المثليين هيدا بقصة انه انا بعرفش جامل او قاب بتفوتني بمشاكل فهمي كيف والشغل التاني ما بعرف او الطريقة المربى فيها دمي حامي انا اخي فهمين كيف بطريقة ما انه اذا في شي بضرنا خاصة اذا خصوا بالجيلة العربية انا كتير عروبي قد مبدك كلام حلو بتحب امريكا بس لسه لا لا انا يعني بشوفوني يعني بفكروني اوقات انه فيه اشخاص اللي ما بيعرفونها انه والله ليكش حسين حاطت لشماخ اخي انا بحب الاردنية فهمين اخي ليش حسين حاطت علم الفلسطين عنده بالمكتب بالخريطة اخي انا بحب الفلسطيني ليش البست كنجرة محمد صلاح اخي انا بحب المصري اخي انا بحب واحد اسمه عربي اخي ما عندي مشكلة انا بحبه اخي انا لبناني على عين وراسي بس انا بآمن انه نحنا اخوي فهمين كيف واذا فينا نساعد بعض مش غلط هذا لا يعني انه انا ضد المنوع عربي لا بالاكس بس انا بحب العربي وبحب بكون قريب من العربي قومي اخي نحكي نعم مش شوية عروبي يعني هيك انا بحس فاللي صار صار شغلتين اول شغلي صارب بقصة المدارس هدي سببتلي مشاكل كتير بها مش شوية بالمدارس وقتها طلعو في كتب غير لائقة وكتب جنسية موجودة بالمدارس طلعت انا عمل ضجة بشكل مش طبيعي تماميك كيف؟ الموضوع هت عمل ضجة بامريكا كلها عم مستوى العرب؟ مستوى امريكا نحكى فيه في مدارس عامة بامريكا كلها انا حكيت عن كاليفونيا وحكيت عن مش حكيت بالعربي ولا بالانجليزي بالعربي بسمى شو صار العرب ترجموه للانجليزي وبعتوه للامريكيان قالوا انكو حسين هاشي مش عب يحكي عن المسليين واو من بابي خربوا عليك يعني راحوا ترجموا الخبر ترجموا يعني ترجموا صح يعني لعبوا بحقياتي فهمين كيف انه هذا عم بحرد على المثليين فهمين كيف يعني غير الحقيقة ترجموا يعني ترجموا غلط بس الامريكيين طلوا اسكى منهم راحوا جيبوا هني لحدا يترجم لهم فهمين كيف ترجموا الحلقة انا عملت ثلاث فيديوهات وقتا ترجموا الثلاث فيديوهات لا تقولوا معهم لا الزلمة وانا اللي قلته انا يعني واضح فيه فهمين كيف انا بتقبل الكل انا بقوله علاس السطح انت كيف بدك تعيش انت حر كيف بدك تلبس فهمين كيف كيف بدك تنام شو بدك تعمل مين بدك تتزوج انا شو خصني فيه طول ما انت محتلم خصوصياتك خصوصياتي انت عامل حدك ويقف عند حدك وانت بتنتهي حريتك لما انا بتبلش حريتي مضموط ولا لا صحيح انت خي ببيتك بدك تنام مع شاب بدك تنام مع بنت بغرفة النوم طبعك شو خصني انا بس ممنوع تفرد معتقداتك علي انا وانا ممنوع افرد معتقداتي عليك انت انا هيدا اللي قلته انه اذا انت خيلتسي انت مثلي ممنوع انت تجي تعطي كتب للطلاب بالمدارس عن المثليين بس لحتى شو تقنعهم بالمثلية الجنسية هدي اول شغلة تاني شغلة بدك تشوف من الطالب اللي قدامك لازم يكون في شي اسمه age appropriate هل يا تورا انت هيدا الطالب اللي قدامك مستعد لبلش تحكي عن هيدا المواضيع انت ما فيك تجي انت تحكي عن المثلية الجنسية مع طلاب بال elementary school بالابتدائية وبالمتوسطة يمكن فيك تحكي مع طلاب بال high school بهيدا الموضوع بس بدك تخد او بس بدك تخد موافقة اهله كمان لانه هيدا بعده ماينر فاللي عملته انا بالسبب اللي عملته انا عنا بالمدارس بميشيغان خاصة بمدينة ديربون غيروا السيستم عملوا لجنة هلا لجنة شو بتعمل عندك مشكلة مع كتاب تجي للجنة بتدرسه او بشيلوا الكتاب بالمرة وعملوا اكتر من كتاب شيلو شيلو ايه او بيقولوا اوكي هيدا الكتاب ما بيزبط لل elementary school هيدا بس فيكن تعطوه لل high school هاد مورا حسين هيدا مورايو نحن اللي بيطلع بيقولوا غير هيكي تفضل هيد من ورانا انا قلتها ببليك دي كمان بفيديو تاني عندي انا عالصفة وموجود I'm a broad of you by the way حبيبي I wish I can do this here يعني حبيبي فوقتا يعني انا قداش لتلك انا قداش عروبي بس كمان في عنا دايما في بالسحارة في بنادوراي منزوعة مضروبة نعم في شباب عرب لانه أنا ألكتد أوفشل بديربوند يعني أنا منتخب وكمان أنا رئيس جمعية خيرية بتجمع مصاري للمدارس العامة بديربوند فهني عملوا هيد الحركة لحتى شو يضربوا الجمعية لحتى شو انه يطيروني من الجمعية وصار فيه بس لأنه الجمعية بتعرفني ولم تحكيه مش غلط أصلا أنا بتعليش مصاري أنا مطوع بهالجمعية يعني فهميني كيف منجيب نحنا منجيب مصاري منجمع مصاري وبنعطي منح للطلاب وللأساتزة لحتى يجيبوا شغلات هني ما فيهم يجيبوها ممولة من الحكومة الأمريكية فهمين علي يجيه هكمر غير السوشال ميديا لا هادي غير هادي صار لي بعملها 8 سنين أنا كتير شغلات ما بعملها ما حالا بيعرف فيها صراحة هادي واحدة منهم كمان مش حاكي عنا كمان أنا عم نخ منك أشياء جديدة أنا هلأ الكوتشير طبعا أنا بلشت فيها كمتطوع بس صار لي تقريبا سنتين ثلاثة سنين يعني كوتشير رئيس بس معي رئيس تاني يعني في رئيسين أنا واحد من الرئاسة تبع هادي الجامعية ماشاء الله كل سنة تقريبا من جمع للمدارس العامة ما بين 250 ألف ل300 ألف ألف دولار متبرعين مشارك ومتبرعين ومنعمل إيفنتات وهايك منجمع مصاري ما في لم ناخد ما مناخد رواتب كلنا متطوعين في موظفي هي executive director بتنظم كل شي بس تقريبا 80% 85% من مصاري بتجي بتروح بترجع للطلاب وللأسات فحاولوا يتايروني من هادي الـ position ما عنه قدسى بولانتير position فهمين هو تكليف وليس الشغل التاني اللي حكينا فيها عن المسليين هو لما رحت على سان فرانسيسكو واو على القاعدة هي عاصمة المسليين في أمريكا هايك هلأ في عالم فهمت الهدف تبع الفيديو وفي عالم بيحبوا كمان إلا تتسروا يحكم شو ياخدك لهوني لك يا خي في عالم عايشين بسان فرانسيسكو أو قاب بيسوقوا بالغلب بهذا المنطقة طب خي بلك يبدونش هني ولادون يعرضون لهكذا أمور واحد جاي جديد ما بيعرف بدوندي يعرف والله في عالم بعطولي بين سان فرانسيسكو قالوا له الحسان نحنا يعني يعني تنكروا أنك حتكب هذا الموضوع في عالم يعني من مدية ثانية بدون يزوروا بيتجنبوا هيدا المنطقة إذا أنت بدك الشيخ إذا أنت بدك تمام فرجناك على المنطقة روح أعملنا هيدا الفيديو هيدا المنطقة هي منشأ المسلية الجنسية في أمريكا يعني إذا بتروح لهونيك العالم ماشي ربي كما خلقتني همين كيف صال الهدف تبعه ان انتبهوا يا عالم في منطقة هيك نتقربوا إذا أنت ما بينسبكن هكذا موضوع ما تروحوا لهوني إذا أنت بينسبكن هيك برضو دي ما حكينا ما ليش دخل فيك هاي حريتك فضل هاي حريتك أنت نعم شو الصعوبات بتوجهها أنتك حسين هاشم هلأ في هذه المسيرة اللي عم تشتغل فيها إيش المشاكل اللي عم بتصير معك إيش الأشياء الصعوبات خلينا نحكي اللي عم بتوجهها حاليا استمرارية استمرارية صعبة يعني أنه في الشغل تبعنا متعب في كتير استرس بقلبه أكتر متصور الاسترس بقلبه وفي تضحيات أنه بيخد وقت من عائلتك بيخد وقت من عائلتك شو رأي عائلتك في الموضوع لو مع عائلتي هني دعمين ما بعتقد أنا فيني يكمل صراحة شو يعني أنت بسبب لجاحك العائلة ايه أكيد لا لا أنا أنا بقل لك يعني أنا لو أساسا يعني بيه أمي ولو ما مرت يمكنني معي وشيس فاين باللي أنا عم بعمله ما بكمل لا بتقدر لا ما بيك ما فيه بدك سبورتنج سيستم نحنا بنقوله بدك نظام داعم حواليك مش اللي فلوس المشكلة لا 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 الفلوس بتجي أنا بحياتي لك أول ما جيت على هيدا البلد بال2008 وحيات الله ولا مرة طلعت على الفلوس كمشكلة مع أنه ما كان معي مصاري لما جيت كانت بجمع 4000 دولار من البخشيش طبع المطعم وبيع عطاني مصاري بعد 2000 دولار كمعي 4000 دولار أولو ما جيت فميك ولا مرة تفكر بالمصاري كمشكلة مساري منها مشكلة والله مساري منها مشكلة كلا صحيح مساري بتجي ما أنت بتعمل المصاري مش المصاري اللي بتعملك أنت إذا مش إيديك معاك قادر تشتغل الله عطيك صحة وهذا شرال هيدا هون بتطلع مساري بتطلع مساري بأي بلب موجود بأمريكا برات أمريكا ممكن أمريكا فيها فرص أكتر بس من المو موجود أنت فيك تطلع مساري بس بقصة الصعوبات هو الوقت اللي بياخدوا منك والجهد اللي بياخدوا منك والتعب والتأثير على صحتك وهيك شغلات هون بدك تنتبع يعني بهذا الموضوع يعني أنت هسا خلنا نحكي للشغل بدي يجي على الفكرة تبعتك يفهم إنه الموضوع مش سهل مش سهل أنا مش عم بقلهم هيك عشان يطلعوا يعني عشان يعرفوا عشان يفهم الموضوع إنه مش شغل أول شغلي قلت لك إيها أول ما بلشنا إنه أنا بحب لهذا الشغلي ولما بحب لهذا الشغلي ما كملت غير هيدا النظام الداعم اللي حدك لما فيه باشن يعني لما فيه باشن لما فيه حب وشغف بهيدا الفيلد ما بكمل الفيلد صعب يعني القاعدة كلها تنطبق على كل إشي لما تحدي بحبتي الشغلة تنجح فيها مش أنت بالفود تراكس وحيك كيف صرت أشهر فود تراكس بأمريكا أنا بحب الشغلة يمكن أن ترى لما أنت عم تحكي عن الفود تراكس هل حالك مبسوط تحكي عن شيء أنت فاهم فيه يعني أنت ما فيك تقرأ شخصية عم تستعمل إيديك عم تحرك بإيديك ضحكتك هيكي عيونك مفتحين مبسوط صحيح تحكي على ولد أنا أنا في أعضب مثل إديكار شركة التعليم وواتساب ميديا أنا بعتبرهم مثل فابمي ومثل نور ومثل محمد ولد من أولادي والله خليناك يا هون والله ولد من أولادي هون هل قدي أنا بطلع على الشرك تبعي أنا يعني هون دي ولد من أولادي أنا عمضب بيون يعني يعني إحنا خليني نحكي أهلك عائلتك هم اللي خلوا حسين هاشم وصل للوصل ها أكيد نه لا أكيد هل في ضغوطات على هسين هاشم بس خليني لديك هده النقطة هون كتير مهمة وسوري إذا عم طول عليك نه نه خد رحتك إحنا قاعدين أهلك مهم كتير بس كمان لما تتزوج يعني أو هودا الزواج بيخليك تتحسن وتصير أحسن أو هيدا الزواج بيدمرك فبالتالي لما بدك تتزوج لازم كتير تركز مين تتزوج هال مشكلة الزواج قصة أخرى بده بودكاست لحال بالله مش مزح أنا بقل لك نعم بدك تتنقل شريكي شمره شريكي كل شي شريكي بدك يعني تكونوا بنفس المنتالي أنا ضد هيدا الشباب اللي بفكروا أنه أنا بدي وحدة تعب بالبيت أو بدي وحدة شما إلا تقل لي إيه اللي هي الالد 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 هيدا هيدا غلط لأنه أنت رح تضليك تكرر أخطاء 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 أكيد رح تتضيق لما تقل لك لا لما تقل لك أنت غلط رح تضيق فميكي بس بعدين رح تقول تنتبع لا لا مضبوط معها بدك حدا تتشاننجيو فميكي باحترام بدك حدا هيكي يعني أنه تبشيو يعني هيكي يدفعك أنه تروح تعطي أحلى ما عندك تحسم من حالك ما تضليك مثل ما أنت يعني قدلت السي رجعت على البيت معك بجيبتك 100 دولار حلو الواحد مكتفي وأنوع وقصص وحكيات بس تشجعك أنه تعمل 200 دولار تاني نهار فهمين كيف حلو الكلام اه فما نتطلع على الزواج أنه أنا والله بدي أتزوج ستراه بس وخلاص بس تكمل نص دينة وأقضي حياتيات الجنسية ما أنه الزواج هيك والله ما أنه الزواج هيك أنت الزواج تعتبره شريك اه لا كله يجب يعتبره هيك صراحة والله يعني إذا أنت بدك تحسن من حالك بدك توصل كثير مهم هيدي العلاقة ما بين الزواج والمرأة كثير مهم بتصير أخطأ أكيد بتصير مشاكل وهذه الشغلة الثانية من خلالك كمان يا خيية بس تختلف أنت ومرتك مش دغري طلق خدوا عطي خدوا عطي يا خيية خدوا عطي نحن الجيل الجديد سهل عندهم الطلاق كتير صارت أسهل نعم هذا غلط والله هذا غلط يعني يعني حكو مع بعض وبيتك باتخل حدا ما تدخل حدا بيتك سرك ما تدخل حدا بس تدخل عالم إذا كانت المشكلة هلقد المشكلة يحطير هلقد حلة بينك وبين مرتك ما نكون قادرين تحكم مع بعض ضغري وقت المشكلة مش لازم تحكم مع بعض ضغري وقت المشكلة عطوا شوية وقت بعضوا عن بعض شوية فكروا بكي شو صار ورجعوا حكوه عن الموضوع كاناش عام نحكي قبل شوية عن الكميونيكيشن والحكي إذا ما فيه تواصل صحيح مزبوط معنا كيف بدي أفهمك وإعرفك إذا أنا أنا ما حكيتش معك مزبوط نعم فكتش هل هيا مشكلة عندي العرب فقط إنه عدم الحكي أنا عم بحكي فيها لأنه بودكاست عربي والقادينسة حيكونوا عرب نتبهول أنا ستحكي أكتر من موضوع نتبهولون يعني عم نشوفهم لأنه صراحة أنا مرة قلت أحكي معه هو شيخ ومؤثر خلينا نحكي قال الكاميوتر العربية صعبة يعني قصص الطلاق كثيرة أغلبها أسباب تافها ومعظمها عدم تفاهم 100% ما فيه خدوا عطي 100% وون وي أو إذا ما بيحكوه بيطلعوا عالسوشول ميديا فهمين كيف إذا أنت هيك إذا أنت منك هيك بدي طلعك إذا أنت منك مثل هيدا بدي طلعك مش هيك الحياة مش هيك الزواج ما هو الزواج هو شراكي همين كيف وهيدي الأغلاط بالحياة وخاصة بالزواج بتصير نحن بشر يا عمي أنتوا ما تتعاملوا مع الزوج أو مع الامرأة على أساس هني أنبيا ما حدا معصوم أنا بالنسبة لإلي الكل خطأ ما حدا معصوم إلا الأنبيا مي صحي مظبوط وكل الشي غير الأنبيا معرض للخطأ خطأون مظبوط ولا لا نعم فما حدا يتعامل مع الثاني والله إذا واحد غلط انتهت الدنيا يا خي لا كيف يمكن أن نحلها فكتير مهم تركزوا على الزوج نقوا الشريك الصح لأنه إذا نقيت حدا غلط ما رح ينجح المشروع خرب لك حقيقة سؤال الكل اللي عم بفكر فيه هل بيجيك ضغوطات على نوعية الأخبار اللي بتحكيها تحكي هيك ما تحكيش هيك حكيت هيك أشيله خليه طبعا أنت حر فيك تجاوب ما فيك تجاوب بس يعني لأنه عم بتطلح سنهاشا عم بيحكي كل شي بس في إشي عم يحكي في إشي عمش عم يحكي في إشي ليش ما حكي عنه هل في حدا بيأثر عليك ديك خديني أعطيك بكل صراحة وكمان هدي بعلوانا مرة حكي عنها كمان من للاست ويك أمتى إجا وفد من بايدن علنا على ميشيغان لا إلا للاست ويك نزلت فيديو أنه ما حد حالب بايدن خياني واو مش لازم تعدوا معه قوي البوست سميته أنا خيانة العرب في أمريكا معك واشن مارك فرميه كيف ف اللي راحوا على الاجتماع بديش أقول كلهم بس 90% منهم هنو صحابي فكتبوا لي أنا أتأخرت شوي بالفيديو نطلع فولو أب فيديو نحن نسمي فأكتن واحد كتبت عليه أو بعته ميسيج إنه قوي علشان صحابك أنت مطلعتش حكايت عنهم أنت كنت عم بتجهز أنا كنت عم بتجهز الليست لأتأكب منه بدي أعمل اتصاليتي لأنه أنا ما كنت بالميتينج في أسماء تلعب بالإعلام وهني they're proud of it ما عندهم مشكلة بالموضوع وفي أسماء ما حدا كان بيعرف فيه ونحن كشفنا عنه بس أنا كان لازم لأنه نرجع منذكر بدك تتأكب من المعلومة تابعك لحتى ما تطلع كذاب يعني أنت حسين هاشا ما بطلع خبار كذاب ولا ممكن كلام جميل أنا أوقات أشخاص بيطلعوا بيكتبولي كذاب عملتها مرة أو مرتين حطيت الكامنتز تبعهم كذاب وجبتوا المصادر تبع الأخبار كلها فهميه كيف يعني ما حدش يغلب حاله هو يدور أنه هو مهين يتفضلوا يعني فهميه كيف ف نحن كلنا عم نحضر الفيديو عم نتصل بشخص واتنين وصعبه أنه فيه فيه سرية عم تدور عم تترجم بعرف أنه سيكرا سرية ففيه سرية بالموضوع وكانوا متفقين مع بعض ما حدا يحكي فلقدرنا جبنا الأسماء أخربنا فوية وقت انت فضحت فطالوا وعملنا فيديو بس باحترام أكيد أكيد بعلم أصحابنا وهيك احنا مش الخاصة في التشيير التشيير مش تون تبعي أنا لهشتي كانت أنه أوكي نحنا أنه بدنا الهدف تبعنا شو باللي عم بيصير الهدف تبعنا يصير فيه وقف إطلاق نار في عالم بتآمن إنه هيدا الموضوع بيصير من خلال المظاهرة في عالم بتآمن انه هيدا الموضوع بيصير من خلال نعود معهم ونخبرهم من الصح هيدا برجع لقلكون عنه بس بالنسبة لي أنا أنا مش لازم نعود معهم أنا هيك طلعت فيها الفيديو تاني هاي هاي إنت رأيك أنا هيك رأيك بيضاء هو صح خطأ أنت هدا رأيك أنا هيك رأيك أنا رأيي لأنه مش لازم نعود معاون لأنه قعدنا معاون لقدمت و لأخرت بالوقت اللي احنا قلنا قلتها بالوقت اللي احنا قاعدين معاون رجع عطاهم لغرين لايت انه يعملوا شيء اضرب منه فخليني ارجع لسؤالة نحنا ملنا مؤسسة كبيرة ما بدنا بجت بخمسة مليون و مليون و مبعرف شو نحنا بجت 200 ألف دولار 300 ألف دولار بالسنة منيحة في بجت يعني في 300 ألف دولار الحمد لله صراحة يعني هذي كمان هذي الصبح يطربك سر هذا في بجت بس ما لا بجت كتير كبير قادرين نقمننا نحنا من خلال من خلال دعايات من خلال قصص و حكايات بدون ما حدا يأثر علينا ولما حدا بدو يجي يأثر علينا من قلو باي يعني ما محتاجين مبلغ كتير كبير لتجي حكومة يتأثر علينا أو مستثمر كبير يأثر علينا بس لو حدا عرض عليك مليون لأنه عرض علينا قبل بمرة يعني صار في وحكي خبر هيك بيجي هيك ايه أكيري في مبلغ يعني بتجي بشكل سبانسر بس بك تنتبه له هلا بس شو مشكلة منعاني انه احنا منا وهيدي انا كمان مش حاكي عنا مشكلة منعاني منا نحنا لما منا نحكي عم مسؤول عربي بيزعل نحنا منكون عم نحكي يعني عم تحكي عم مسؤول أمريكي أب مبدك يعني نحنا مرة وقفونا كان عنا دعايات تجينا من مصادر حكومية بتعرف مصادر حكومية كلهم بيعمل دعايات يس صحيح في عندهم كمبينز في عندهم بجت للماركتين يعني مش لسواد عيوننا بيعملوها مع الكل فكان عنا جهة حكومية معينة بتعمل دعايات معينة يعني إذا بدهم يوصلوا للعرب بيعمل بجت لاي واي زي وقناتش الأخبار واحدة من هالبجت فطلعنا نحنا وقت كوفيد انتقدنا بحق يعني انه انتقدنا وقفو الدعايات واو كان واضح الموضوع بس حكينا عنك وقفو الدعايات فمشكل مع المسؤولين العرب مشكل سراحة يعني مش كلهم في استثناءات بس بشكل عام المسؤول العربي صعب انه انت تنتقدو يعني يعني لازم تكون انت ماشي في الخط اللي بدويا بس ان احنا ما فينا نكون هيك انت بتوصل الخبر شو مكان يكون كلام جميل فبيعملنا مشاكل عوقات يعني خسرنا صحاب من ورا هيدا الموضوع عم بيحكوا مين عم بيحكوا مين هم بس عم تشوف الكومنتس والهاي انه ليش يا حسين اخبارها كلها سلبي ليش يا حسين ما عم بتعطينا positive energy هل الاخبار كلها هي negative هلا قصيرة ولا ايش المشكلة انا صفحة فائدة بجيوبك علي بدك اوكي بالنسبة لهذا الموضوع نحنا قناة اخبارية تمام وبالتالي الاخبار اللي موجودة بدنا نحكي عنا يعني اذا في فيضان نحكي الفيضان ما فينش اقلك الطريق بره ناش في اذا عم بتشتي ما فيني يقلك السماء ومشركة وزرقة مزبوط اذا عم بتلوج ما فيني يقلك انه ما فيش غيوم بالسماء مزبوط اذا صاير زلزال بدي اقلك صاير زلزال اذا صاير في ركود اقتصادي بدي اقلك في ركود اقتصادي اذا صار في اطلاق نار بدي اقلك في اطلاق نار فانا هيدا نحنا شو الاخبار اللي موجودة نحنا من اولى وما فينا نكذب فيها للأسف باخر كم شهر 90% من الاخبار سلبية اجان نحنا ما منصطلع الخبر نحنا مننقل الخبر مزبوط فبالتالي انا كوسيلة اعلامية وظيفة الاساسية هي انا قناة اخبارية اوصل الواقع نعمل تقارير ترفيهية وتقارير عن الجريات بس انا التوصيف تبع القناة هي قناة اخبارية فانا لازم احكي عن الاخبار اخبار اخر 10 شهر سيئة والله في اوقات بقعد بحبش بدي خبر منيح بحبش والله بقعد بعمل يعني يعني دور بدي خبر منيح بدي خبر الجيد يعني صعبة تلاقيهم بهالقيام طب خد انت هلا يعني طب اذا انا بدي اطلع اوصف الوضع هلا حاليا شو بدك بحسين هيشم انت هلا وصوف الوضع حاليا شو فيه هلا بالعالم من اساوي ويما تطلع في حرب بغزة في حرب باوكرانيا في حرب عالحدود امريكا عم تضرب اليمن وعم تضرب العراق وعم تضرب بسوريا مزبوط طب انسى برا تعالى عندينا هوني شو فيه هلا عندي هوني عندي تضخم بالاسعار وبناك الاسعار حلوة ومنحة لا فيه تضخم الاسعار اذا بدي اشتري بيت الانترس ريت تبع البيت الفيدي عليه عالية مزموط ولا لا عم بحكونا صحيح ريسيشن لاي اوت بشكل في عالم عم تنزعب من جغلة عم يعمل لاي اوف ايه ولا لا طيب اوكي طب فيك انت يعني اذا انت بدك توصف الواقع الواقع سيئ هلا حاليا مش انا حسين هيشم عملت حرب يعني مش السبب حسين هيشم حسين هيشم هجم على اوكرانيا مش حسين هيشم عم بيدرب اليمن المشح حسين هيشم اللي غلى الاسعار مش حسين هيشم عم بنقر الواقع مش حسين هيشم اللي غليكن اسعار البيوت مش حسين هيشم اللي غلى اسعار الفائدة هيغلية هيصار هيك نحن عم نلاقلكن الواقع كلام حلو حسين هيشم والبزنس هل تعتقد نفسك راح ت مش خدنا نطلع من هاد المجال هل الاستمراري اللي حكينا عنها قبل شوي لمتا انت شايفها وكيف راح تكملها انا ما اعتقد انه مش مش عا اتقد ما بعرف انت ايش اللمت اللي ناوي توصله يعني انت بتقدره اليوم اكيد ما رح تقدره بعد خمس سنين لكن انا سؤال حلو بايدا باي والله برافع عليك واحد من الاسباب اللي خلينا نعمل قناة شو الاخبار ونخليها تضلية مستقلة وتستمر هو انه انا كان عندي انكم كان عندي ادوكير شركة التعليم كانت ماشي انت عم تجيب مصاري فبالتالي انا لابلش قناة شو الاخبار ما اتطريت روح لعند مستثمر او رجل اعمال او واحد معه مصاري وقال له اعطيني مئة الف دولار لابلش قناة شو الاخبار فانه يكون عندك انت second income ساعدنا بالبدايات فهمين كيف؟ بعدين انت لما تبلش شيء تبلش قناة شو الاخبار هي شركة بالنهاية يعني حسين هاش مراحضة لحسين هاشم هو وجه الاعلامي تبع القناة لا لا مغلط هيدا اصلا فيعني ممكن حدا ثاني يكون محل لا لا بدي وصلك لشيء كتير مهم وان شاء الله بيستفيدوا منهم عبيحضرونا عفهمين كيف؟ لما احنا عملنا قناة شو الاخبار ببداياتها ما بتعمل مصاري انت ما عندك ارقام لتشرج وقصص وحكيات فانت لازم انت يكون عندك مصاري من شركة تانية تدعمها شركة تانية دعمتها خليتها تطلع بس لما طلعت قناة شو الاخبار انت شركة اوكي انت اخبار بس من نفس الوقت شركة شركة فيه income فيه expenses فيه دخل وفيه شو مصاريف اذا انت المصاريف تبعك اكتر من الدخل تبعك انت شركة فاشلة فالحمد الله وصلناها لقناة شو الاخبار انه لأ صارت self sustainable عم بتشغل حالها مصاريفة منها مصاريفة بقلبها عم بتشغل حالها ونوعنا ال income تبعها لقناة شو الاخبار عمنا income من social media من facebook من تيك تاك من instagram من sponsorship عمنا sponsors عمنا دعايات عمنا برامج تفهمين كيف؟ عمنا يعني لما بنعمل رحل فيه رعاة لهذه الرحل فبالتالي اول شي جبنا income جبنا دخل ونوعنا مصادر الدخل بقلبه طب هالي الشغلة التانية الشغلة التالتي انا كتير بقامن بقصد انه مش لازم بأمالك يكون عندك مصدر دخل واحد انا عملت اشياتين فاتح شركتين انا عندي اربع شرك العالم بيعرفوا اتنين ايش هما؟ العالم بيعرفوا اتنين انا عندي شركتين شو هم التنتين اللي بعرفوهم العالم؟ في واحدة منهم الريل استيت شغال من الريل استيت كمان كمان محلا بيعرفوا فضل في منهم يعني ريج ستيت انفستمنت حيلو استثمار بالعقارة فيعني انت شايف انه بس بقصة انه انت تضل الوجه الوحيد للشي غلط يعني انت متى احشين هاشم راح يتناجع عن عرشو لحدة ثاني يكون monitor the whole thing ايه هو انت ما فيك تطلع 100% لانو العالم بتحب ما فيك تطلع حتى وجك انه تشيله بالمرة ومعاش تطلع ببرامج هذا غلط حرام لانه العالم بتحبك العالم تحترمك والعالم الى حقه لك العالم هي اللي عملتك مش بس عملتك العالم تتكبر علي وتروح تقعد انت وهيك يعني فهمين كيف انه انت شايف حالك من حسين هاشم راح تستمر انا مكمل لانو انا باعتمر اللي انا عم طول ما الله عطاني صحة وفيني عافية وهيك وقادر وصل معلومة وقادر فيد طول ما انو قادر فيد بس وصل لمرحلة انو انا معاش قادر فيد العالم اكيد رح واقف بس انو طول ما انا عم بقدم شي بضيف للك كمشاهد والحمد الله الفيد باك اللي عم يجيني من العالم لا انو عم بيستفيدوا منو مكمل بس انو انا اطلع كليا لا بس عشان هيك احنا فيه برامج تانية بتطلع فيه برامج زمينتنا وفاقة بتعملوا مواضيع اجتماعية مهمة جدا فيه برنامج طبخ فيه صبية بتطلع بتعمل الاخبار قصيرة فيه فريق يعني انا لاحظوا العالم بالفترة الاخيرة بلشنا يطلع فيسز اكتر بالمرحلة الان رح يطلع فيسز اكتر وانا رح انزل اقل يعني رح فوكس اكتر مور على الاخبار وهيك شغلات يعني هل تعتبر نسك نجحا بيشو باي مجال بسوشال ميديا ناجح الحمد الله لك كيف تعرف انو انت ناجح كيف تعرف انو انت ناجح هل يطلع انو انت عملت مصاري لا بالسوشال ميديا لا منيحة كشركة كبزنس منيحة بس كسوشال ميديا لا انا انت عرفت انو نجحنا انا ما كنتش عارف انو انا اللي عم بعمل ومشي مظبوط انا عكيت عارفين انو اوكي في عالم عم تحدى لانو الارقام قدامنا في عندك ارقام ومبسوطة في عرقام مظبوطة عرقامنا 100% مظبوطة الحلو فينا انو نحنا متابعين من الولايات المتحدة الامريكية وصعب انو تجيب متابعة من امريكا نحنا من خمسين بالمية لسبعين بالمية من اللي بيحضروا خناتشو الاخبار هن عايشين بامريكا هاي دي نقطة كتير مهمة صعب كتير تجيب مشاهد من قلب امريكا كتير سهل تجيب مشاهد من برات امريكا بس صعب من قلب امريكا لانو الامريكي صعب بيك بس صراحة لانو شغال بيزي عندو بيحكي انجليزي فيه مصادر اخرى بيشتغله بالسوشال ميديا حتى الانكم تبع اللي بيحضروك من امريكا اكتر من الانكم اللي بيحضرك يعني نتسي انت اذا بتعمل الف بامريكا بيعمل مية برات امريكا يعني كمشاهدات كارقام كارق اذا بتعمل الف دولار من المشاهدين بامريكا اتس لك بتقد خمسين دولار مية دولار من برات امريكا يعني حتى الانكم طب يعني الفاليو طبع المجاهد الامريكاني غالي غالي ومتعب حتى انه يعملك فالو متعب حتى انه يحضرك لانه عندو مصادر اخرى حتى انا بعتقد انه يتفرج عليها تشوفها بالنسبة للنجاح كيف تعرف انه انت نجحت انا لما اعرفت انه نجحنا لما اط لم يصل ..هو شخص الوضع poems لم يكن لدينا ويلك لم يكن لدينا ... و مكان لديناготовך علينا الفي misf cores علينا المال Asiher niye이는ّا حيث حيث كم ساعدمهم من أنهم أنهم بشيكاغو أم جايبي ابن عبيدرس دكتور بدو يعني بدون بس يتعرفوا عليك تفهمين كيف؟ لما رحنا على كاليفورنيا سيدي محترمي شيزن أرتست بترسم لوحات ساقت ساعتين من سان دياجو اللي تجي تتسلم علينا ما شاء الله يعني كسبت حب الناس انت أنا حب الناس فلما طلعنا من مشيجانة وبلشنا روح على الولايات يعني لما جينا على تاكساس هدي كل مرة إبراهيم كان معنا رحنا فتنا على محلات كل عالم عم تركض وتدقوا لبعضهم وطعوا بحسين هون وبلنا نتصور معه وبلنا نحكي معه وبلنا نشوفه فهمين شو شعورك لما نحف؟ لا لا أنا كتير من بوسد مسؤولية بنفس الوقت بتخاف بتخاف إنه تخيب لهم أملهم بشي لحظة أو شي مرة تغلط لك شي غلطة تسيق لحالك وتسيق لقلهم هلأ حسين أدي أصلك في سوشال ميديا آه ست سنين تقريبا ست سنين أنا هداخل يومين بودكاست مع واحد من أصدقائنا وطرح موضوع أنا حاب أسألك يلا ما رأيك في التفاهة اللي عم بتصير على السوشال ميديا إلى متى؟ أو كيف نحد منها؟ أو إيش رأيك فيها؟ بس أنت دايما لما بيكون في شي شي مسبب له مضبوط ولا لا؟ صحيح؟ العالم مضغوطة العالم عليها سترس كتير العالم حزينة فيه حزن مضبوط ولا لا؟ صحيح؟ العالم عم بتدور على ضحك من الهوى بس فيه إشي مضحك بس فيه إني كمل لك الفكرة ولأت بها أولئ الأشخاص اللي أنا مش معهم يعني لأت بها أولئ الأشخاص منفذ لإلهم لحتى شو هيكي بس نفسه يتضحك لخي ما أنت بدك بقى أنت أوقات بتسرق الضحك سرقة أوقات بتصنع الضحك هيكي استناع تفهمين يا كيل؟ فسبب يعني نجاح حوضي للتفاهة اللي عم تسميون أنه العالم بدت انبسط بده تضحك بده تفرح بس هلية ترى يعني كل هايدي التفاهة غلط في منهم منيح وفي منهم منهم منيح في منهم أوكي يمكن بالنسبة لبعض الأشخاص محتوى تافة بس أني محتوى بيكون لايت نحن بنسمي أنا محب بيستخدم كلمة تفاهة لأنه كل واحد عم بيقدم محتوى معناته عم بيتعب فيه ممكن يكون خطأ حتى لو خطأ بس أنت عم تتعب فيه بدي أقدر التعب اللي عم بيحطوا فيه لهيدا الشغل لأنه ما في شي نجاحة بيجي من عدم إذا في حدا تفاهه غلط مية بالمية يمكن يضرب معه فيديو يضرب معه فيديوهين ينجح شهر ينجح شهرين بس آخر شي مش هتستمروا أنا شفت أشخاص كثاري يعني ضربوا فترة معينة بس لأنه ما عاش قدموا ضلوهم على التفاهة خلاص طفوا بس لا إذا فيه واحد بعده ماشي وعم بيكبر المتابعين تابعه تفهمين كيف لا معناته فيه حدا عم بيقدم شي عم بيقدم شي يعني العالم شايفته يمكن حدا شايفه تافة بس العالم شايفي لا فيه شي بقلبه هيدا أنا بحبه بس أجان يعني بقصة هيدا يمكن تفهمين أشخاص اللي بيطلع بيعملوا تحدياته بيزدوا طحين وبيزدوا بيد وقصص وحكيات هيدا أنا بسميه قليت احتلام يعني أنت عم بتقلل من احتلامك عم بتقلل من حالك عم بتصير أنت كسلعة يعني حالة واحدة بيشتريك ما هيدا شو شو معناته أنت أنا زتيتلك أسد طيب بيضة يعني أنت أنا دفعتلك مصاري شتريتك مصبوط ولا لا كلام صحيح فأنت صرت سلعة أنت هوني وعش صرت أنت يعني كإنسان صرت بتنشرب وبتنبيع هل أنت بتقبلها على حالك تنشرب وبتنبيع هل تعطيك السوشال ميديا راح تخرب على الجيل الجاي هل في حل لهذه المسكلة يعني هوني اللي بنظروا علينا بيقولوا بولا السوشال ميديا عم بتخرب وبعرف شوي أنا ضد هيد الفكرة هلأ لو ما فيه سوشال ميديا كانت العالم عرفت عم بيصير بفلسطين مسكروا علينا الدني كله إذن طلعوا على الإعلام اللي واصل للأمريكان CNN, Fox, MSNBC, CBS حكوا عن فلسطين بالطريقة البدهمية عكسوا الصورة المزبوطة نعم حكوا بالطريقة البدهمية مزبوط لو ما فيه سوشال ميديا فيه كتير قضايا كانت العالم ما تعرف فيها فالسوشال ميديا مهمة أنا بيعطيك ربنا بيعطيك طريقة بيعطيك طول أداة انت كيف بتستخدمها هيدا الحق عليك بيصير سوشال ميديا مميزة جدا أداة نحن عالسوشال ميديا حاليا نعمل هل يتولي نحن عمل قد متفاهة انت عالسوشال ميديا عمت قد متفاهة لما انت أبو عمر بيععد بيشتغل فيديو اللي عم بيعلم العالم كيف يفتحوا بيزنس كيف يعملوا فود تراك كيف بيقسموا الفود تراك متعوب عليك عم تضيف لهم هل يتولي هون السوشال ميديا تفاهة لا مشكلة مش بالسوشال ميديا مشكلة بالمستخدمية نحن نخدم السوشال ميديا البعض منها ولكن أنا ما فيني كفر السوشال ميديا عشان كم واحد تفاهة نصيحة أخيرة منك للشباب اللي عم بيفكر يدخل السوشال ميديا يدخل للمجال تبعك يدخل حتى خدناش تحكي عن أشياء تفاهة على المجال كامل ايش هل تحكي لهم يعني حاول انت انه تلاقي شي بيشبهك يمكن أوقات تبلش انه انت تكون عم بتقلت حدا متل ما نحنا صار فينا بس حاول انت تلاقي شي انت تكون يعني إلك انت يليك انت بيعكث شخصيتك بيعكث شخصيتك وحاول تكون عم باش تقدم شي بيضيف للعالم وحاول تكون عم تقدم شي بيخدم العالم هذه من افضل العبادات هي خدمة العالم اصلا والله مانش مش شخص جيني يعني مانش شاخ أصعب الأشياء بس من أحلى العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى انه هي خدمة العالم فبالتالي انت يعني وجودك على السوشال ميديا جيد اذا انت عندك فكرة وبتلاقيها فكرة منيحة وانتي عندك فكرة مش غلط جربه انا معها يلا واحد انه يجرب شو خسرهم ولا ايش خسرهم جي وما تفقد الامل بسرعة شغلنا بالسوشل ميديا صعوبته انه ما بتعرف امت بتفقع امت بتخبط خبطتك الموقت انت بتصير يعني مثل احنا قلتلي عن كوفيد قبل شوي اوكي كانت واحدة من التورنيكبو انا شو بعرفني انه كوفيد شو بعرفني انه جاي لك تسي انه انا فقدت الامل قبل ما يبلش كوفيد مستفى مزبوط نعم انت منك عارف امت رح تجي هاي دي الضربة اللي رح تخليك تقب عن وجه الدنيا متما نحنا من اقول مزبوط فالكنسستنسي اول شي يعني شو الكنسستنسي فالالتزام هي مثل التزام او مش التزام هلأ من حق اذا جعت تذكر برجع تقولك لا والبرسيفيرانس برسيفيرانس هي الاستمرارية يعني خلينا اعطيك مثل مثل الرئيس تبع امريكا لينكن سقط يا ما بعرف كم مرة كتير اكتر من مرة سقط وينزل معه اخرش ينجح صار الرئيس امريكا السوشل ميديا هاي دي افضل مسأل السوشل ميديا ما رح تنجح دغري في استثناءات بيقبوا دغري بس 90% من اللي بفوت بالسوشل ميديا بياخد وقت ما بتعرف امتى بتجي اللحظة تبعك فانت بدك تقدم بدك تتعب ممكن انه انت تزعل احنا بنزعل هاديك تعب بيحكي انا وابراهيم قبل شوي انه دلوقات بنعمل فيديو هاته بتكون انت حاسب حساب انه هدا تعبان عليه وشغال وساعات كسر ومسافر انت وعامل ما بيجيبش فيوز ما بيجيب متابعات تزعل بيتضحك عليك اللي بيقلك انه ما بيزعل بيقلو كذاب تزعل تعبان عليه بشو بتعمل بس تخلص زعلك زعل وخلص زعلك فامين كيف قول انا كيف بدي حسنه وين انا مغلط ليش العالم ما حضرته للفيديو صلحهم بالفيديو القسم الفيديو المكان صلحهم بالفيديو التاني فالبدي يفوت بالسوشال ميديا بدي يكون بالو طويل بدي يعمل ايدنتيتي لقلو تفهمين كيف وبدي يحاول قد ما فيه ضليك حاول حاول بس خلال الشرح تبعك انت حكيت انه فانا بدي ابلش سوشال ميديا لازم يكون عندي مصدر داخل يعني ما اترك كل شي وافوت على السوشال ميديا اهانا هيك تفكر سراحة انا حتى شباب لما فاتوا بدوا السوشال ميديا قولي انه بدنا نترك شغلنا وبدنا نفوت بالسوشال ميديا انا اللي قلتلو ان يفوتوا بالسوشال ميديا بس كملوا بشغلكون وبس توصل لمرحلة بالسوشال ميديا صارت صارت هي فيها تدعم حالة وتمول حالة ترك شغلها بس انا ضد الشاب او صبي يتركوا شغلهم لهن دخل مأمن خاصة اذا عندهم عائلة اذا عذابة ممكن فيك تاخد ريسك تاخد خطورة بس اذا عندك عائلة وولاد هوني ما عشو هم تحكي بس عن حالك هم تحكي عن كوم لحم انت مسؤول عنه فهمي انا ضد انه يترك شغله ويروح ياخد الريسك تبع الشوش الميديا بدون ما تكون مأمن انه انا في دخل منه يعني عم بتجع الشباب انت جه للسوش الميديا مش غلط اذا في اذا 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 اوكي اجن ما تترك شغلك 100% هذا اتفقنا علي بس تصير هي عم تجيب لك مصاري وحسيت انت قادر تنط للسكند ستاب ايه ترك بس ايه لش لا والله في اش في اش كتير مهمة على السوش الميديا دكاترا عم نشوفنا على السوش الميديا المحاملين عم نشوفنا على السوش الميديا شو ما في مجالات عم نشوفنا على السوش الميديا مهمة جدا السوش الميديا سيد حسين عيوني شكرا جزيلا اليك حبيبي وتشرفنا كتير بحلقتك معنا اليوم والله علمنا كتير و it was really really nice to be with you for the last hour حبيبي تشرفنا مش الحال مي بي اشتركوا في القناة